كلمت عن حاجة كمان وهو عن حسين الأوراني حسين الأوراني ده اللي كان منفذ حكم الإعدام لمدة عشرين سنة وطبعا عدى بمواقف كتيرة جدا احكي لنا عن حسين الأوراني وإيه المواقف اللي ذكرتها للقارئ عم حسين مثلا بيحكي لي أنه هو اللي أجرع عملية الإعدام في منصور حسني وقال لي منصور حسني ده اللي تعمل بسوحة من قصته هو فيلم الجزيرة لو كان في أسيوت وقال لك وهو راح يعمل إعدام الرجل وقف وطلب يعني فيه حقول الناس عايزوا يخلصها يعني ادوا لفلان كذا ودوا لفلان كذا وبعكد بصل عم حسين وقال له شوف شغلك ادالوا الأوردر يعني أنه يلا شوف شغلك أنا جاهز بيحكي برضو أن واحد هم راحين يعدموه وخلاص ربسوا الكيس الأسود فرح زعه وقال لنا نشتشرب سجار فرح الزابط اللي وقال العملية وقف الإعدام وقال لهم بدوله سجارة هو كان بحاول يسرق ديئة في الحياة زيادة يعني عرفة ديئة في الحياة زيادة بيحكي مثلا عن واحدة وهم جايين يعدموها حصل ززال في السجن كله قالوا دي مبروكة ومش هتقدروا تعدموها وفعل فيه ناس بدأت تخاف إيه ده يعني بقادي ست بخوية ولا إيه فكان القرار أنه لازم تتعدم النهاردة وأعدموها في نفس اليوم ولا فيه أي حاجة بيحكي من قصة صعبة جدا أنه فوج ابنه هو جاي له إعدام لابن جاره فقال لازم يعدم فقال لي أعدمته وروحت بالليل عذاب بتاعه ده موقف رهيب ده نحن لازم نشوف عم حسين الله يرحمه الله يرحمه خلاص بيحكي لي كمان عن هبا سليم الجاسوسة فبيحكي لي عن وقت إعدامها أن هي كانت داخلة ومشية وعندها لغاية آخر لحظة عندها ظن أن في حد هنغسق وقبل لما إعدام طلعت قلب السجاير مستوردة أكيد اسم بقاش موجود دلوقتي وكان عندها صحة تمة أنه ده مش هيحصل ده كله كده تمثيلية وفي الآخر هيطلعوها وطبعا هيبا سليم كان معروف أنه حصل ضغطات كتير على مصر وعلى الرئيس السادات الرئيس السادات أصدر أمر أنها تتعدم في نفس اليوم فعدموها في نفس اليوم كانت إيه أكتر ردود الأفعال على القصص المختلفة اللي كتبتها في كتابك من ألطف القصص من ألطف ردود الأفعال أنه يكلمك أهل الشخص وأنه حد منهم يقولك أنت حكيت القصة صح والناس ما كانوا نش يعرفوها أو يشكروك أن أنت خليت الناس ياخدوا بالهم منه يعني مثلا أنا بالصدفة لقيت قصة لواحد اسمه سميدة سميدة ده كان عنده فرقة وكان عايش في غص البلد وتجاوز حاجة وسبعين مرة قصة كده قصته غريبة وأنه كان بيتجاوز الناس دي زاي وجاوز فنانات وناس مشهورين وناس قصة غريبة ففقعت بالناس كتيرة من عائلته ومن جيرانه طبعا رجل توفى من فترة بيبعتولي يقولي أن أنت أول واحد تحكي قصة بشكل صحيح من غير ما تحط عليها حاجات تاني كلموني كلمي عن السفحين الناس من زاويهم كلموني أقل لي يقول لي مثلا الناس نسيت أبويا في ناس هددتني عادي لسه يعني التهديد ده في شغلانيتنا حصل كتير أعتبر هو أصومش تهديد حقيقي هو في الآخر شيل الكلام ده عشان طب يا عمي قصة مش أنا ألم يعني قصة قصة معروفة يعني كمان جالك كتير من الناس برا مصر إنه هو ألاقيهم متابعين ويتخشوا ويسألوني في معلومة زيادة عايزين يعرفوها عن قصة معينة أنت أشرت إليها في الكتاب بتاعك فده برضو كان دي كانت من ردود الأفعال اللي أكيد كانت بتبسطك جدا أكيد 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 لا وإنه يوصل الفيديو لأهل اللي تتكلم عنه ده معناها أنه وصل لأنه أنت بتتكلم في إبرة بحر فإزاي يوصل الإبرة دي الحقيقة هو كتاب شايق جدا وزي ما قلتلك الكتاب الشايق بيبان من عنوانه من قال أنك تعرف يعني فكرة أن الواحد يفتكر نفسه عارف وهو في الحقيقة مش عارف قال له ده أنت فكر نفسك عارف بس أنت ما تعرفش حاجة في حد ذاتها فكرة فيها قدر من الاستفزاز على قدر من التسويق فهيخليني أبقى عايزة أعرف إلي جوا الكتاب ده